موسيقى اشتركوا في القناة قد رسم ملامح الاصلاح الشامل في مبادرته التي اطلقها عام 2005 ودشن بها نضاله السلمي ومناصحاته ومراجعاته للفرد المستبد لكنها كانت كنداء الاصم اذا ولا مدبرة في قراءة تسلسلية لثورة التغيير الشبابية الشعبية السلمية في اليمن فان مخاض التغيير بدأ مع مطلع يناير في ظل اسرار الفرد الحاكم على فرض تعديلات دستورية تمنحه التمديد وتمهد لولي عهده التوريث لوح اللقاء المشترك بالهبة الشعبية وهدد بالشارع لكن الطغيان اتخذ اله هواه فاضله الله على علم منه بادر الاحرار التواقون للتغيير يوم السبت الخامس عشر من يناير بوقفة رمزية امام سفارة تونس بصنعا تهنئة لاحرار ثورة الياسمين في اليوم التالي السادس عشر من يناير دشنوا ثورتهم السلمية من امام بوابة جامعة صنعا حاول الامن التابع حينها للفرد المستبد قمع مارد التغيير الذي يوشك ان يولد من رحم مطالب شباب جامعة صنعا تولت وقفاتهم وتعالت صيحاتهم ونادوا لاول مرة يوم السبت الثاني والعشرين من يناير الشعب يريد وقفاتهم في اليوم التالي الاحد الثالث والعشرين من يناير ارتكب النظام الساقط حماقة لن تنسى باعتقال الناشطة توكل كرمان التحريض على ارتكاب اعمال فوضى وشغب وتقويض السلم الاجتماعي العام وفي اليوم التالي الرابع والعشرين من يناير تداعى الاحرار من كل حدب الى مقر النائب العام فافرجوا عنها وهم صاغرين وكان اول ما قالته عقب خروجها ثورة الياسمين ستستمر حتى يسقط هذا النظام الظالم في نفس اليوم الرابع والعشرين من يناير المخلوع يلقي خطابا يقول فيه اليمن ليست تونس وانحنا جالس مع التصميم حتى يسقط النظام يا ابني ما اعتبت هذا الكلام الشعب اليمني معه اش تونس ولا هو مصر الشعب اليمني شعب داني شعب داني بعدها بثلاثة ايام فقط الخميس السابع والعشرين من يناير المخلوع يلقي خطابا شهيرا في البرلمان يعلن فيه لا تمديد لا توريث ويتراجع عن قلع العداد يوم الخميس الثالث من فبراير حاشد اللقاء المشترك الجماهير لما سمي الهبة الشعبية في اكبر تظاهرة شعبية يشهدها اليمن منذ عقود في مشهد اراد المخلوع ان يراه بنفسه حينها تداعى الشباب الثائرون الى امام الجامعة صنعا وضربوا اول خيام الثورة وعبثا حاول النظام الساقط ايقاف ثورتهم من تعز بادر ثوار تعز يوم الجمعة الثامن عشر من فبراير تنادت المحافظات الى قطار التغيير فحققت عدن يوم السادس عشر من فبراير قصب السبق بارتقاء اول شهداء التغيير محمد علي شاعن من ساحة الابطال في المنصورة كان واحدا من اثنى عشر شهيدا قدمتهم عدن في فبراير المجيد في صنعا تشكل المشهد الاجمل والاقوى ولأول مرة انصت الجميع في مشهد مؤثر للنشيد الوطني وكان ذلك اليوم ميلاد مارد الثورة ثورة 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 الحادي عشر من فبراير من اجل الحرية والعدالة والمساواة ثورة ثورة طورة والشموبة